السلام عليكم ومرحبا بكم في ديليس ديواليد إن شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى آخر اليوم جيتكم بواحد الفكرات عمو ملاحات سهلين مهلين تقدروا تدوهم معاكم البحار كيتكونوا رايحين على بيب اللي بالساف منكم من تتلفلهم وش يدو هاد الهيروسات اللي احنا أعطيهم لكم سهلين وتوجدوهم الصباح كيتكونوا رايحين البحار ما نطووش عليكم نبدو نشوفوا المقادر وطريقة تحتها ورحة جلولة عندي هنا راح ندير اللي طورتي هادوك اللي نحن فارسيها من الداخل درت هنا الفرماج الطري فرماج الطري ولا هادك البريباراتيون فرماجة كما احبيتون انتم تستعملوا كمية ملاحة على الفرماج الطري مع كمية ملاحة على الطن وحتلت بايت اكدك تعد طن على الزيت وهناي عندي الفرماج أنا استعملت قريار قريار قطعته كما راكم تشوفوا مرباعات يكونوا صغر نديرو غير أقيت لكم غير السهل تعلي بلا مطيب ولا باش ما واحد دي نوت صباح تمتم يعني وجد ما يقول شي طيب وشعل فرنو وهكذا كعني راح واحد دي عياق بل ما يروح للبحار هاد يوم فارس باردة هكذا تديروها تتعمروا بها و تقدروا اي نوع من هاد اللي درتهم لكم الإصالة اللي درتهم لكم ولا ديروهم في ثلاثة كما ندرتهم في ثلاثة و تدتم البحار هنا شوفوا مع عدرت المايز كي خلط هادك الطاوم الفرماج و القريار زيت شوية مايز تقدروا تزيتو الزيتون الخضر مقطع ولا زيتون كحل مقطع ولا شوية ولا شوية طاوماتش مقطع كي مايحبيتون توما انا حبيت ندير هاكذا الساب لغير بالفرماج والطاوم تعطي بناها الى و ذاك القريار تانيك والمايز يعني تقدروا تزيتو وتقدروا الزيتون نعم هنا وش راح ندير نسحق الخبز تاعة الطورتية الخبز تاعة الطورتية تشرها من برة كين الخبز هادك اللي يجي كبير بززاف وكين اللي يجي موايين وما ستعملو الموايين ماستعملوش لك الكبير بزاف وكين اللي صغير كامل هادك يعني ما نسحقوش في هاد الوصفة هادي نحكمو الخبزة هاديك المدورة هاديك تاعة الورقة تاعة الطورتية هاديك نقسموه على زوج كي ما نديروا البوراك هادك راح نديروه على شكل الصمصة نغلق هاكذا جيها كي ما راكم تشوفوه ونندير مغير فاكبيرة كي تكون مع مراملة احتى هاديك الافارس ونبدأ نشكل في الحباة تاعي كي ما قتلكم سوا سوا كي ما البوراك تاعة الديول هادك اللي نديروها نديروها بالفرماج الداخل نديروها قدع لها شكل الصمصة نوجدهم كامل كي ما راكم تشوفوه وصورت يعني خيروا الخبز اللي يكون شباب كاين اللي يتكسر هادك راح يفسدلكم كاية كالشكل تاعة الليصالة وجدهم كامل وخلوهم تكوتي هنا اجبت البندومي استعملت البندومي العادي راح نحكم هادي زوج مرسوات تاعة الخبز وندهنهم من فوق بالفرماج فرماج هاتارتيني ندهن هادية ونزيد الخبزة الاخرى كي ما قلتلكم غير سهل وخفيف باش واحد كي يكون هايح البحار يعني ديجة ما يكونش عنده لانفي باش يطيب بززاف يكون حابه راح يتبرد ماشي نقعدوش حال في الكوزينة هاك داعفايس خفافت الدهم معاكم وراح يشبعوكم بيان ويكونوا بنان تانيك هنا اجبت الباتي استعملت عملت فيمي هنا هاي فيمي انا نحب اللقوة تاع الفيمي هذا الباتي هذا فيه الدوغ تاع الفيمي درت هكذا كزوج حبات مقطعين كي ما راكم تشوفوا جبت هنا هاي الفراماج سلايس هادة تاع البرجر هادة اللي ندروه في البرجر حطيت ورقة وزيت ثاني كشوية طماطيش حبات عطماطيش مقطع على زوج ودرت الكامومبر هادة وش راح ندير فيهم يجوب نان بادلة فارس هادية حبيتوا تزيدوا ولا انتمات اللي اللي تبان لكم دروها الموهم الفكرة نقول لكم نعطيكم الافكار هادوما السهلين اللي تدوها معاكم اللي تقدوها معاكم للبحار شعلت الابانينوز تاعي لش قلت لكم خلوهم لازم نشع نجو نبريسيو على ضربة يعني ماشينا نوجدوهم قايتك على ضربة ونبدو نبريسيو شعلوا الابانينوز انا نحط فيها البابير كويسون ملتحتو من الفوق باش ماتوسة شعبكم استمرمد بزافة البانينوز وستودا خرج شوي على فارس من الملاي صالي تبعكم والسقط سامطة باش تتنحها لانك ديروا لها هاد الابانينوز هادوما تقاعد مقيا ويتحمرو كما راكم نشوفو طريطة رهبية راح نبريسي هاد المملحة الولين هادوما تاع الطورتيو ونبعد ما راك نكملهم نجيب نبريسي هادوك تاع البانديمي هنا وش نعطيكم تاني كاس تويس تحبو نديروهم فيه بباطة أنا ما نحبش نديروهم في باطة نحب نخلي كل وحدة وحدة وش نديرو نحكم بابي اليومينيوم وكل حبة نغلفها بالبابي اليومينيوم هاكذاك الحبات يقعدوا على حالهم وما يتلاسقوش مع واحد وخين ولا يتبدل الشكل تاحهم وثاني راح نديروهم فاذاك وش يسمو هاداك ايزوترم هاداك تاع الماكلة يعني تعالي يتخلي لكم الماكلة سخونة يعني لاليومينيوم معروف بالليشت سخانة ايزوترم يقعدوا لكم بسخونة هايلة تاكلوهم هاداك يكونوا كشغول هاداك وينطيبتوهم المهم نخلو هادو كلوخين نديروهم البابي اليومينيوم ونخبيهم وهنايوش جيت مش راح ندير للوصفة الثالثة حنسحق فيها باطفيتي حندير كوكا تعال باطفيتي بالسوسطامات الداخل باطفيتي تشرووها يعني ها هي تتبعدوكا اذا كانت عندكم بديجة من قبل في القنجيلاتر ولا تجبدوها واذا يعني كتو هاكدا مزلو بين كمانا يحبيت ندير كوكا او حتش يديرك تاكلو باطفيتي خيرو غير شوفوا الاباطفيتي اللي تكون شابة يعني تشوفوا الطبقات هادوك من الداخل تاع التوراج هذا كيكونوا باينين وشابين ثم عارفوها بلاي باطفيتي مليحة ووش ندير قسمت الاباطفيتي هي فيها سانسون قرام قسمتها على زوج حلت الطبقة الاولى كيماراك مشوفوا رققتها بيها واحدة قدك تلات تحت الاربعة ميلي متر فرجت فوق هاديك الطبقة الاولى راح نتقبها بالفرشيطة ومبعد نجيب يونسوسطومات انا تاكس تعملت كل شو اجد خلو ما طيب توالو ما حبيتش نطيب واحدة كيكون هاكدا ينوت الصباح ما تنفحلوش على الطياب حبو ندير عفايز هاكدا واجدين حكمت الباطا تاع سوسطومات تاع تاع البيتزا هاكدا شريتها وده بريفيرانس شوفوا الاسوسطومات اللي تكون هاكدا يعني ما تكون شا تكلميها باسكاين لهم الماء ومبعد في البيتزا ولا راح يجوكم مشغول الماء هاكدا يتبخر كامل ومبعد تنشف اللاصوس تاعكم ويتجينها شفا هادية شوفوا هاش حال هايلا يعني تجي تقيلة وتقعد وفيها بنا يعني بنينا فيها البنات عز عيطرة ولاصوس طوامات اذيك الملايحة المهم دهنتها كامل هاكدا فوق العجينة تاعي درت الفرماج شطري هاكدا مور سواء ترميتهم ودرت شوية فرماج عرابي اا تحبو تزيدو هاكدا الطعم والفرماج تقدرو من ذاك من ذاك من ذاك من فرماج عرابي هادا ندلاغ الفرماج هاداك طريق ومبعد نسحق البيت تحبابيد يعني نسحق حبابيد واحدة الاصفر راح ندهن بهم الفوق والبيت راح نديرو فليبوردور هاكدا باش ما يتحلون ويقعدو يعني يقعدو شايدين لاسقين مع العجينة تحتانية مع الفوقانية ونحط الطبقات تانية اللي كنت تحليتها تاني كبيان بالحلال نحلو هاكيس العجينة اللي ولو مشو هاكدا يا زيدو مشو الافرس تاعكم ورما تغلقو الكوكا تاعكم زيدو مشو ها بيدكم شوية الافرس باش تمشي تزير بعف كامل لاسير فاس تاع العجين ونعبزو تاني كدو كليبوردور باش يلسقو كما أخذلكم مليح مع بعضاهم ومبعد نجيب مولسة راح نتراسي من الفوق يعني نقطعو شوية غير من الفوق متحوش تحتها كامل من الفوق نتراسي الحبات تع الكوكا يعني هاد سنية وتخرج ولا ما غلطش في الحساب ثلاثة 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 هاديك هي طناش نحبه اربعة عراني غالط تخرج لنا ستاش نحبه اربعة 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 هاديك هي ستاش نحبه المهم تراسي اللي كوكا تاوعكم ونجيب هذك الاصفار تاع البيت اللي كنت درت له شوية على بلكم دايما نقولها لكم الخل مع الاصفار تاع البيت يعطيكم لون شباب يعطيكم بريونس شابه في المو ملاحة تاوعكم ندهنوه كامل الووتش تاع الكوكا تاعي وهنا تحبو تديرو حب زيتونها من الفوق تقدروا تديروها يعني معروفة الكوكا تندير فيها زيتونها من الفوق انا مادرت لاش يعني ما كانش عندي زيتون خليتها هكذا سامبل ندخلها للفرط طيب على ميتين حتى الميتين وعشرين دراجة من الفوق ومن التحت ولا تشعرواها من التحت تحمر شوية شعروا لها من الفوق وها ملكلي صالتها وعناك يماراك تشوفوا بزاف هايلين ليهله يوجدوا بنان يعني في البحر واحد دي توعية كل هادلي صالتها دوما ان شاء الله تعجبكم الوصفة هادية وكيما اقتلكم على الاخر ديرون في انساك ايزوتام ولا ما كاش عادكم ديروا في باطة المهم هادية الوصفة تعلية ما بقى لغا نقول لكم انتهى الله في روحكم اسنوني في فيديو جديد مع وصفة جديدة واتبقاوا على الاخر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة